كيف تعيز زوجة ملك السعودية الأميرة صارة بنت مشهور على الرغم من إنها شخصية مشهورة في المجتمع السعودي وزوجة لولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان إلا إنها معروفة بعدم حبها للظهور قدام الكاميرات وبتحاول دايماً الإبتعاد عن الأضواء الإعلام فيطر إزاي عيش زوجة ملك السعودية صارة بنت مشهور الأميرة صارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود عندها 33 سنة وهي بنت عام ملك السعودية محمد بن سلمان إلا حبها وكرر يتجوزها سنة 2008 وخلف منها خمس ولاد وهم الأمير سلمان بن محمد بن سلمان آل سعود والأمير مشهور بن محمد بن سلمان آل سعود والأميرة عبد العزيز بن محمد بن سلمان آل سعود والأميرة فهدى بنت محمد بن سلمان آل سعود والأميرة نورة بنت محمد بن سلمان آل سعود وعلى عكس الملكة رانيا زوجة ملك الأردن والشيخة موزة زوجة أمير قطر السابق الأميرة سارة مش بتحب أنها تظهر قدام الكاميرات لكن الشهادة لله هي شخصية لها أعمال تانية من وراء الكواليس سواقف النشاطات الاجتماعية والأعمال الخيرية الأميرة سارة كمان اتعلمت على إيد مربية إنجليزية قبل ما تروح جامعة الملك سعود لكن بعد ما تخرجت ركزت على عملها الإنساني والجماعات الخيرية الكتير فكانت بتروح مع أبوها مع مخيمات اللاجئين لأن أبوها كان سفير لليونسيف وفي سنة 2007 اتجبرت إنها تروح لبريطانيا عشان حصل بينها وبن والدها شوية خلاف بسيط وفعلا قعدت فترة هناك عشان تكرر تشوف تعمل إيه في حياتها وقتها كانت بتفكر إزاي تمنع الفساد وإزاي كمان السعودية تنمو اقتصاديا ويكون فيها مساحة لحرية الرأي والتعبير ومن هنا التقت أفكارها مع الملك محمد بن سلمان وقتها كانت مش عجبها شوية قوانين في السعودية وعملت على اقتراح تغييرات فيها وسندها في دا زوجها الملك محمد بن سلمان غياب الأميرة سارة عن الأضواء هو مش جديد ففي سنة 2018 سئلت أحد الصحف الملك محمد بن سلمان عن زوجته الأميرة سارة ليه مش بتظهر معك؟ فرد عليها وبكل بساطة أنا الراجل عندي أربع عيال مش عايز أخليهم مترقبين من الإعلام وعايزهم يبعدوا عن الضغوط السياسية وزوجة الأميرة سارة مش بتحب الظهور أصلا بالإعلام وبفضل يعيش حياة طبيعية وعادية وفي سنة 2019 لفتت الأميرة سارة الأنظار وده بعد حضرها ورعايتها فعاليات المشراك اتنين في مركز الملك عبد العزيز التاريخي ومحدش وصق وجودها وده بأمر من الملك محمد بن سلمان بإنه منع تصورها بأي شكل من الأشكال الأميرة سارة بتحرص دايما على إنها تعمل حاجة مفيدة لأبناء المملكة وفي 20 مايو 2023 أعلنت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز عن كتير من الخطط عن إطلاق مركز لاكتشاف العلوم والابتقار علشان يكون مركز هدفه مش الربحة ده علشان تمكن الأجيال الناشئة من المفكرين والمبتكرين في السعودية لتلبية تطلعات مستقبل مشرك لبلدهم وده هيكون في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض ومن المكرر إطلاق المركز سنة 2025 الأميرة سارة غيرت مفهوم إن مش شرطة عشان إنك قريب من حد مهم زي إنها مثلا زوجة ملك السعودية فكل شوية تطلع في الإعلام فهي بتحب تنجح وتشتغل وتعيش حياتها في هدوء لو عجبتك الحكاية شير كتير واستنونا في حكاية جديدة من حكاية عم مصر ترجمة نانسي قنقر